تكاثر الزرافة يمكن حدوث موسم التزاوج بين الزرافات في أي وقت من العام بالرغم من ذلك حيوانة الزرافة البرية عادة ما تتزاوج في مواسم محددة تصل الزرافة إلى مرحلة النطج الجنسي بالأسر بعد ثلاث إلى أربع أعوام من العمر تقريبا بينما تصل الزرافة لمرحلة النطج الجنسي في البرية بعد ستة إلى سبع أعوام من العمر وتكون الإناث أكبر سنا لكي تتحمل عملية الحمل والولادة عندما تكون الأنثى مستعدة لتزاوج تبدأ المنافسة فيما بين الذكور من أجل الفوز بالإناث ولا يتم التزاوج بدون موافقة الإناث تتراوح فترة حمل الإناث ما بين 13 إلى 15 شهرا وعندما تكون الأنثى جاهزة للولادة تحرك للمنطقة التي تعيش فيها عند الولادة تقف الزرافة الأم على أربع ويسقط عجل الزرافة على الأرض واللافت للانتباه أنه نادرا من يصاب عجل الزرافة أثناء ذلك السقوط غالبا ما تكون الزرافة المولودة حديثا قادرة على الوقوف بعد 20 دقيقة من ولادتها تتغذى بسرعة على حليب الأم ويمكن أن يسير صغير الزرافة بعد ساعة من ولادته ويستطيع الجري بعد يوم من الولادة يصل طول صغير الزرافة عند الولادة حوالي مترين ويصل وزنه ما بين 47 إلى 70 كيلو جرام يزيد طول صغير الزرافة ثلاثة سنتيمتر يوميا بعد الولادة أثناء الأسبوع الأول وقد يتضاعف طوله في العام الأول ثم يتم فيطامه ويصبح شابا مستقلا بعد مرور 15 شهرا من عمره صغير الزرافة قد يرضع لمدة عام كامل وبالرغم من ذلك فهو يتناول النباتة إلى جانب اللبن بعد أسابيع من الولادة أصدقائي إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ننشره ولا تنسوا نشر الفيديو بين أصدقائكم دمتم في حفظ الله ورعايته